النهاردة بحكي لك قصة الرخارة لقدر ان هو يوصل لسد يأجوج ومأجوج والرحلة بتاعته اللي استمرت لأكتر من سنتين واللي فيها قابل أقوام وأراضي غريبة وشاف فيها السد بعينه قصتنا بتبدأ مع الخليفة العباسي الواثق بالله لما صحى من النوم بسبب حلم مرعب هو شافه في منامه حلم بان السد بتاعه يأجوج ومأجوج نهار وان خلاص بقاهم هيطلعوا هيعصوا فسادا في الأرض فقام بسرعة كان متوتر ما كانش عارف يعمل ايه تكلم المستشارين بتوعه والوزراء وقال لهم ان هو عايز يعمل بعثة تشوف اذا كان السد لسه بخير ولا فعلا هرزا ما هو شاف في المنام المستشارين بتوعه قالوا ان مفيش غير واحد بس هو اللي هينفع للرحلة تيه وهو سلام الترجمان صاحب التلاتين لسان وكانوا مصمينه كده عشان هو فعلا كان بيتكلم بتلاتين لغة حضر الترجمان وداله خمسين فارس ومعهم متين بغن محملين بزاد يكفيهم لمدة سنة وانطلقت الرحلة بتاعتهم طلعت من سمراء في العراق وده المكان اللي كان قاعد فيه خليفة المسلمين وقتها خلال الرحلة اللي هم طلعوها كان الخليفة بيبعت لملك المنطقة اللي هم رايحينها عشان يكرمهم في الضياف ويساعدهم ان هم يروحوا للمدينة اللي بعدها ولما انطلقوا وصلوا للحاكم بتاع ارمينيا واللي بدوروا بلغ الحاكم اللي بعديه اللي هو كان حاكم مدينة السرير ومنها المدينة اللان ومن ملك اللان كتب معاهم او بعت يعني رسالة لملك الخزر بيبلغوا في الرسالة ديت بامر البعثة اللي باعتها امير المؤمنين عشان تكتشف مكان السد اقاموا في مدينة الخزر يوم بليلة والترجمان بيحكي في اللي هو كتبه انه اثناء ما كان هناك شاف امر عجيب جدا ومران شافهم وهم بيصطادوا سمكة عملاق عظيمة الحج ولما بدأوا يشدوها بالحبال من المية خرج من ودن السمكة او من الخياشين بتاعتها امرأة شكلها جميل ابيض فاحمر بس كانت عملا تشد في شعرها بتقطعه وكانت عملا بطلطم على وشها وبعد ما فدلت تصرخ لفترة طويلة بعدين ماتت الغريب كمان ان من عنده وسطها الحد تحت يقال ان كان عليها حاجة شبه الصفق او ممكن تقول قش سمك يعني من الاخر كانت اوصفها اقرب ما تقول لحورية بحر بعدها البعثة تبتلت تتحرك ومعهم خمسة من الادلاء او اللي هم قصصين الاسر من السكان الاصليين اللي عارفين المنطقة انطلقت الرحلة من تاني ومعهم الادلاء بتوحهم وفدلوا ماشيين مسيرة ستة وعشرين يوم كاملة لحد ما وصلوا الارض شكلها مرعب قاتمة لون الارض كان لونه اسود والريحة بتاعته كانت نتنة بشكل لا يطاق حاجة اسوأ ما تكون من ريحة الميتين حتى لدرجة ان الترجمان والناس اللي كانوا معاه كانوا بيحطوا الخل على مناخرهم عشان بس يتقوا شر الريحة وفدلوا مكملين في الارض دي لحد ما وصلوا المدينة مدمرة بالكامل يعني بالاخر كده وصلوا عند مدينة اطلال او بواء مدينة ولما سألوا الادلاء اللي كانوا معاهم قالوهم ان دي المدينة اللي نزل فيها يأجوج ومأجوج ودمروا كل حاجة فيها ومن يومها مفيش حد بيسكنها لكن اللي حصل بعد كده بقى في القصة كان اغرب